طيب لو هنتكلم عن أفلام رأس السنة حضرتك شايف الأفلام رأس السنة السنة دي ممكن تقول عليها أفلام خليها الدسم كلها كوميدي مفيش أي حاجة لها علاقة بل يعني فيها دراما أو فيها أكشن أو فيها يعني مفيش أي حاجة كله كوميدي يعني أبو ناسب هو دولة متصدر الإرادات لمحمد إمام ويخرج رامي إمام في يعني يعني تاني تعاون بينهم بعد 11 سنة غياب ومحمد بيلعب على المضمون أعتقد أنه بيدور في فلك الزعيم يعني نجاز التعبير أنه هو بيقرب طول الوقت من الأفلام اللي هي شبه أفلام والده يعني هو دلوقتي بيصور شمس الزناتي بعد مرور أكتر من 30 سنة وهو فيلم الوالد وشهير يعني إخراج الدكتور سامير سيف الله يرحمه والفيلم ده أعتقد أنه فيه يعني مقرب شوية من عريس من جاء من هي باختلاف الشخصيات وتفاصيلها فده نوع من اللعب في المضمون بالنزول محمد إمام ويعني فيلم كوميدي لطيف جدا وفيه ماجد كدواني وفيه ياسمين صبري يعني فيه توليفة فيه توليفة يعني السينما كمان وفيه محمد محمد محمود رأس السنة ده برضه عودة سعدي ونسل السينما بفيلم وبطلطة بتلعب دور ست اسمها عظيمة بتكون عصابة وهي ستة كفيفة في إطار من الكوميديا بشركة محمد محمود ومجموعة كبيرة جدا إخراج وقل إحسان وتعليف هجر بياري فيه الإسكندراني بإسمه أسامة عمروكاشة يتصدر يعود للصدارة المشهد السينمائي بعد سنوات طويلة جدا إحنا عارفينه أن أسامة عمروكاشة كاتب درامي مميز لكن السينما بالنسبة له كانت فيه محطات مهمة زي كاتبة الإعدام زي دمعة الأسفلت يعني غيره من الأفلام المهمة يعني إلها الجامع وغيره غيره إنما ما تعودناش عليه إنه كاتب سينمائي السنتين اللي فاتوا دول شهد تعودت أسامة عمروكاشة فيلم روف عبد العزيز بطولة إياد مصار ودلوقتي فيلم إخراج خالد يوسف بطولة أحمد العواضي وحسين فاهمي وبيومه فؤاد الفيلم بيتكلم عن يعني الهوية الإسكندرانية وفكرة الصراع بين الأجيال الجاي من برة والعايش في الوطن إزاي باختلاف الثقافات والتربية والحاجات كده طيب لو هنتكلم عن الأفلام اللي اتعرضت خلال السنة دي إيه الفيلم اللي فعلا كان يعني كان فعلا فيلم مبدع يعني مختلف قدم حاجة جديدة موضوع جديد حتى من أداء الممثلين كمان زي ما قلت حداتك هو أكرة وجن هو الأكتر يعني بالنسبة للإخراج بالنسبة للتكنيك بالنسبة للأطخم وهو الأطخم إنتاجا ووصلت تكلفته لحوالي 80 أو 90 مليون جنيه فيعد من أطخم إنتاجات السينما المصرية ودلوقتي بيتحضرها وبتصور دلوقتي أولاد رزق ثلاثة أحمد عزو وأسر يسين ومجموعة كبيرة جدا من النجوم ده يعد برضو من أطخم أطخم إنتاجات السينما المصرية برضو بشاركة مع مشاركة سوعدية يعني فإحنا السينما المصرية الحمد لله يعني فيه ضخامة إنتاجية جدا جدا يعني وفيه اهتمام كبير جدا من الصناع إنه السينما المصريات تطلع بالشكل اللائقي